بمقاطعة الرياض في ولاية الواقشوط الجنوبية تفقد وزير التشغيل والتكوين المهني مستوى تقدم الأشغال في مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني للبناء والأشغال العامة قيد الإنجاز الوزير الذي كان مرفوقا بسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية ببلادنا ومدير مشاريع التهذيب والتكوين بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية استمع إلى شروح مفصلة عن سير الأشغال بهذه المشاة والدور الذي ستلعبه في خلق يد عاملة وطنية وقد أعطى الوزير تعليماته بتواخر جودة في الإنجاز واحترام الآجال والشروط الواردة في دفتر الالتزامات هذه المدرسة كيف تعرفوها مدرسة امتياز للشغال العامة وتعهدات في 35 جمع الحمد الشهر الغزواني كان من المفترض أنه متوقع أنه التوفى في أغسطس الماضي ولأنها تدشن في 22 نوفمبر مالأسف ذلك ما صح لأوامل عديدة وكنا صريحين مع القائمين خاصة الشركة وكنا صريحين معهم وتفهمهم من لهم ولأن هذا ما هو مقبول وهذا قال في الحقيقة ما هو مقبول جميع الشركات الموريتانية التي درنا فيها الثقاف هي أنها تنفذ بعض المشاريع المهمة حتى في هذا البلاد خاصة هذا المجال لأنها تكون مهنية أساسية حتى في برنامج الحمد للجمهورية وقلنا لهم أنهم ما هو مقبول لأن الحقيقة يتكرر وفي نفس الوقت مولي شريكنا الجمهورية الألمانية توافقنا مولي أن يزيدوا تمويل جديد لبناء مدرسة جديدة في روسو بيكاسيت إن شاء الله هو العمال إن شاء الله هو دور الإشغال الذي تبدأ القريب ومولي تشيد وترميم أربع مدارس أخرى منهم بلوخ ومنهم مدرسة أعطار وهناك مولي تجهيزات مولي لها تعدل لها تقتنم بإذن الله ومولي اللي نقال لها لها تكوين السيدة إيزابيل إينا سفيرة جمهورية ألمانية الاتحادية ببلادنا أكدت أن هذه المدرسة تدخل في إطار التعاون الوثيق والمذمر بين بلادها وموريتانيا مضيفة أن المشروع سيتسعود يشمل أربع مدارس أخرى بتكليفة إجمالية تناهز 19 مليون أورو وستوفر هذه المشروعات في المستقبل التكوين والتعطير بمجالات البناء والكهرباء المنزلية والطاقة المتجددة والتبريد والسباكة والنجارة وميكانيكا السيارات والهياكل إضافة إلى الإنشاءات المعدنية